مسؤولوا نادي زد طلبوا التعاقد مع النيجيري فيبو حكيم لعب بلدية المحلة في فترة الانتقالات الشتوية راجل عمل مستوى مميز في الكام مباراة اللي لعبهم في الدور الممتاز عنده 18 سنة صغير في السن واعد جدا ينفع تحطه في قائمة تحت السن بعيد عن الأجانب الكبار وتبقى العملية سهلة ده ده نادي زد بس أحد المرشحين بانتخابات نادي الزمالك تحدث مع مسؤولي نادي بلدية المحلة وقال لهم اصبروا شوية عشان احنا عايزين اللاعب ده اللاعب ده هيبقى مفيد للفريق وعرض عليهم عرض على الناس في بلدية المحلة أو أحد مسؤولي نادي بلدية المحلة أنه فيبو حكيم يبقى في صفقة تبادلية ياخد بعدها نادي بلدية المحلة سامسون أكينول مش عارف أحسن ما بلدية المحلة يشوف موسيقى